موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان تحية النعمة والمحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح بصلي اليوم هيك يوم جديد في حياتك وبركة جديدة والله يسدد كل احتياجاتك وفعلا يفتح السماء لمعونتك وبصلي مع كل إخوت وأخواتي هيك ربنا تحل عليك البركة من كل ناحية احنا في موضوعات كتير كتير مهمة اللي شهدنا في الأسبوع الماضي تكلمنا مع الدكتور أمال جندي عن أهمية الكرازي وفي هذه الحلقة رح نستكمل حديثنا بس اليوم رح نتكلم عن التحديات الشخص اللي يؤمن بالمسيح وحطناها تحت عنوان تحديات العابر وطبعا شخص جاء للمسيح من خلفية لا يعرف أو كل المعلومات عن المسيح والمسيحية مغلوطة لأنه هاي الطريقة والأسلوب اللي تعلموا وفي الوقت الحالي بتلا يشوف إشياء جديدة وتتوضح أمور تخلف عن اللي كان يمارسها أو كان يعيشها في حياته فرح نتكلم عن هذا الموضوع شو هي التحديات اللي بمر فيها رح نتكلم عن تحديات نفسية، تحديات اجتماعية، تحديات دينية، تحديات روحية وفي كثير أسئلة بالدور في أذهان العابر وإذا في عندك صديق أو عندك صديقة تحبوا أن يشاهدوا هذه الحلقة الفرصة أن تتصلوا فيهم حتى يستفيدوا من هذه الحلقة سأعود بعد هذا الفاصل القصير اشتركوا في القناة أهلا أحبائنا مشاهدينا أنتم تشاهدون برنامج ليكن نور على القناة الفضائية قناة الحياة في الحلقة اللي مضت اتكلمنا عن أهمية الكرازة واليوم رح نتكلم عن ما هي التحديات العابر يسرني مرة أخرى أن أستضيف صديق غالي وأخها عزيز على قلبي جدا دكتور أمال جندي والأخ أمال هو متخصص في هذه الموضوعات ليس فقط من ناحية أكاديمية كمدرس كمعلم أو محاضر في الجامعة لكن الخبرة العملية بسبب خدمته في الكنائس وتجواله في دول عديدة من هذا العالم أهلا وسهلا أخ أمال أهلا بك يا خنزار وأشكرك مرة تانية لاستضفتي والحقيقة كل مرة أقعد معاك يا خنزار أنا كمان بتعلم أكثر هذا التواضع منك لا هذا صحيح أشكرك من أجل خدمتك وبصلي أنه الرب يستخدم الحلقة دي ليفتح أذهان المؤمنين في الكنائس ما يخفوش بل يتواصلوا مع أحبائنا المسلمين وفي نفس الوقت يشجع أحبائنا عابري إلى المسيح من الإسلام كما نحن عبرنا من المسيحية إلى المسيح أنه يتشجعوا أنهم مش لوحديهم لكن هم جزء من الرعية الواحدة تحت رعاية الراعي الواحد شخص ربي سوا طبعا توضيح بسيط لكل اللي بيشاهدونا عبرنا للمسيح هذا مش مناته نحن عبرنا لطايفة لأنه في شعب الرب من كل الطوايف المسيحية عشان يكون واضح ومن كل الخلفيات مش بس مسلمين في يهود في بوذيين في ملحدين في هندوس من كل الخلفيات عم تيجي ليسوع المسيح تكلمت عن أهمية الكرازي وانت ركزت لحظت في الحلقة اللي مضت على الموضوع المضمون للكرازي إنه هي الأخبار الصارة واقتبست من كورنتوس الأولى إصحاح خمسة عشر إذا ممكن تربط لنا الفكرة مع إيه اللي إحنا رح نتكلم فيه في هذه الحلقة النهاردة يمكن تركيزنا على التحديات اللي بتواجه حديثي الإيمان بالرب يسوع اللي هما جايين من خلفية إسلامية النقطة هنا يا أخي نزار إنه نقطة التحول اللي الرب سعدهم بها دي أخدت يعني بروسس يعني عبارة عن رحلة طويلة ومتسلسلة وكان أهم حاجة فيها أنه يعرفوا حسب كورنتوس الأولى خمستاشر أنه الإنجيل هو المسيح الذي تجسد والذي مات حسب الكتب والذي دفن وقبر حسب الكتب والذي قام حسب الكتب والذي ظهر وصعد حسب الكتب طبعا أنت سردت آيات كتير من الكتاب المقدس النبوات من العهد القديم اللي تمت في العهد الجديد ده صحيح والحاجة اللي عاوز أركز عليها قبل ما ندخل في التحديات يا خنزار أنه أنه هؤلاء الأحباء الذين عبروا إلى المسيح واحدة من أكتر التحديات اللي وجهدتهم قبل العبور هو معرفة شخص المسيح نفسه وعملوا على الصليب وأنا ذكرت الشيء المرة اللي فاتت أنه التعليم اللي نشأنا كلنا عليها من صغرنا واللي ترسبت في وجدنا التعليم المغالطة والخطأ والمضلة هي أن أولا المسيح ليس هو الله الظاهر في الجسد ليس هو ابن الله وأنه لم يصلب طيب لم يصلب لماذا أنا بقول عليها ده تعليم شيطاني بسيط بترس الرسول أحد تلاميذ الرب يسوع فمرة بيتكلم الرب يسوع بيتكلم لأنه بينبئ أنه رايح للصليب فقال له حشاك يا رب ما تروحش الصليب كان رد الرب يسوع عليه قال له اذهب عني يا شيطان يعني لما أقول تعليم شيطاني أنا لا أحط من قدر من يتكلم فيهما بس هو التعليم وراءه الشيطان عدو الخير اللي يكره الصليب لماذا يكره الصليب وعاوز يتكسر لأنه بالصليب وبعمل الصليب وتقديم الرب يسوع نفسه ذبيحة كفارية عن العالم في الصليب حصل خلاص الإنسان اللي هو مش عايز الشيطان عشان كده بيقول أي تعليم أي تعليم ينكر بنوة المسيح أي تعليم مهما كان ينكر صلب المسيح أي تعليم مهما كان ينكر قيامة المسيح من الأموات هو تعليم شيطاني هو تعليم ضد الإنسانية وضد خطة الله لخلاص الإنسان عشان كده ده واحدة من تحديات اللي هم واجهوها قبل أن يتخذوا القراءة بمعونة الروح القدس في حياتهم ويحصل التغيير والرسول بولوس كان واضح نكرز بالمسيح مصلوباً ده صحيح لأني لم أعزم أن أعرف شيئاً بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً لأنه المحور المركزية المحورية الأساس الإيمان المسيح ده صحيح طيب إحنا رح نتكلم عن تحديات العابر طبعاً كتير وهذا حقيقة يعني أنا تكلمت في حلقة مضت تكلمت أن أسرع نمو مسيحي في العالم هو في إيران يعني نمبر ون في العالم الناس اللي بتيجي للمسيح وإنه المسيحية مش في تراجع المسيحية عم تتقدم وكتير ناس بتؤمن وإنه هواش كبرياء ولا فخر يعني دين الله ينتصر لا بالعكس إحنا بنتكلم من مديونية مديونية إحنا مديونين ليسوع المسيح نغير حياتنا لأنه بغض النظر شو خلفياتنا يعني أنا ممكن أذهب إلى جهنم وأكون مسيحي لكن ما اختبرت يسوع المسيح كما عبرت حضرتك بكل وضوح هو الإيمان بعمل يسوع المسيح الكامل موته على الصليب وقيامته من بين الأموات والكرازي لم تكن بالمسيح بسيرة حياته ولا في معجزاته مع أن حياته يعني خارقة أخلاقياته لا مثيلة لها ولا حياته ولا حتى المعجزات معجزاته خارقة ولا حتى تعليمه أفضل تعليم في العالم كل المحور رسالة المسيحية هو الصليب والقيامة هذا صحيح هاي هو المحور فالحقيقة أنه في كتير مسلمين الله بتعامل معهم وآخر أكم سنة أنت شفت هاي الظاهرة أنه بأحلام وبرؤة كتير مسلمين ابتدى يعني يبحث بسبب أنه شاف حلم شاف يسوع أو رؤية أو إعلان أو معجزة وبعدين لما يبتدي بشاهد البرامج فبيعرف أكتر عن يسوع المسيح والأعداد كبيرة بصراحة الأعداد أكبر وأكتر ما منقدر حتى نستوعبها لأنه إحنا منحكي يعني خدمتنا لحالة في مئات الألاف فكم بالحري الخدمات الأخرى لكن العاوز أقوله في كتير منهم بيجوا يعني التعبير خلينا أوضح يمكن نآسف أنه مرات كتير إحنا نحط كل تركيزنا على الكرازة وأنه يولد البابي وتترك خالي الوالد الأم اللي خلفت طفل وتركته وهذا اللي بيصير مع أحبائنا المسلمين شو الدروس اللي ممكن نتعلمها خلينا نبدأ يا خنزار برضو بمبدأ كتابي في الوصية العظمة والإرسالية العظمة اللي في متى 28 ربي يسوع بيقول إيه اذهبوا العالم أجمع أكز بإنجيل الخليق كلها وبعد كيه يتكلم يقول إيه عمدوهم نعم باسم الآب باسم الآب والابن وروح القدس وعلموهم فكلمة عمدوهم هي يعني تشير إلى التزايد العددي وكان الرب يضم إلى الكنيسة كل يوم الذين هم يخلصون فدول الخلاص يعني المعمودية هنا إشارة ونحن يمكن هنتعرض لموضوع المعمودية بعد شوية علشان نفسر برضو شوية مفاهيم خاطئة حول المعمودية بس كلمة عمدوهم دي معنى أنهم يولدوا يعني أنهم من يتعرف على رب يسوع ويولد ولادة ثانية يتجددوا أو يهتدوا بالاسلوب الإسلامي يهتدوا للمسيح ده الزيادة العددية أو الزيادة الأفقية للكنيسة لكن علموهم ده الزيادة الرأسية أو زيادة مش الكمية لكن الكيفية أن هؤلاء العابرين لابد أن ينموا في الإيمان زي ما حدثت قلت أن طفلة ولد ما بيتسابش في المستشفى لابد أن يتم العناية والرعاية بهذا الطفل الموجود وهذا ينطبق ليس قاصرا على العابرين فقط من خلفيات إسلامية لكنه أيضا ينطبق على العابرين من خلفية مسيحية أو من خلفية بوزية أو يهودية عابرين إلى المسيح دي أول مبدأ كتابي تاني مبدأ كتابي عبرانيين سوري روميا 12 عدد اتنين بيقول إيه لا تشاكلوا أهل هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم يعني إيه الكلام ده؟ لا تشاكلوا مش أعمل شكل لكن لا أتشكل بأهل هذا الظهر ما بقاش زي العالم الحولي لكن في عملية تغيير زهن وتغيير نمط سلوكي احنا قلنا الكرازة هي نمط حياة سلوب حياة سلوب حياة هنا بقى تغيير نمط سلوكي بعد ما أنا تعرفت على الرب يسوع ودهو محتاج إلى برضو عملية مستمرة لهتيا لهتيا الإيمان هي لحظة التبرير أو اختبار التبرير أما تغيير الزهن وحنا في البرية لهذا العالم هي التقديس وبعد كده لما يجرب أو تنتهي حياتنا هنا ده عملية التمجيد فالخلاص بمراحله الثلاثة تبرير وتقديس وتمجيد فهنا النهاردة هنركز على التقديس في حياة العابر وإيه التحديات اللي بتواجه مثل هذا التقديس وهذا اللي فعلا عاوزين نتكلم منه وهذا الموضوع هو اللي أنت بتعالجه كتير مش بس على صعيد كناسي لكن حتى فيك مؤتمرات وخدمات هذا التركيز تبعك إنك إزاي يعني لأنه الكتاب بعلمنا زي البيبي بدك تطعميه حليب أيوه مش استكات أيوه بس بتضلك تعطيه حليب لحد ما جسده يبتدي يستوعب الأكل يعني اللي بيضرته ده صحيح ودي التلمازة دي التلمازة أتكلم عنها طيب التلمازة أو التعليم عبارة عن إيه أخي نظر عبارة عن ثلاث عناصر أساسية أي تدريس أو تعليم في منهاج في معلم وفي طالب دول الثلاثة عندنا المنهاج هو كلمة الله المعلم كل المؤمنين وأنتم معلمون بعضنا البعض والطلبة هم حديثي الإيمان طيب يبقى أنا قدامي تلمزة لنوعية من المؤمنين الجدد لهم حالة خاصة هؤلاء المؤمنين هؤلاء المؤمنون الجدد لهم جايين من خلفية تختلف عن خلفية المسيحية اللي احنا جينا فيها أو يمكن احنا تربنا في الكنايس من صغرنا وعرفنا تلمزة حتى قبل أن نعبر للمسيح فعرفنا معلومات ذهنية عشان كده هنركز التحديات بتاعت هؤلاء المؤمنين الجدد في التلات حاجات أساسية تحديات ذهنية معرفة ومعلومات واستعاب وتحديات قلبية تتعلق بالمشاعر والعواطف وتحديات سلوكية تتعامل مع حياتي السابقة ما قبل الإيمان وحياتي ما يجب أن تكون عليها فيما بعد الإيمان ويمكن كما هيكون في تكسيمات تانية بس دول أساسا التلاتة الرئيسيين خلينا نبتد نخدم واحدة وواحدة خلاص التحديات الزهنية أخ نزار تتعلق بالمعلومات بالمعرفة بالمعرفة عشان كده واحدة من أهم التحديات اللي بتواجه هذا المؤمن أنه لما يبتدي يفكر هو قبل عمل المسيح بالإيمان والرب يتعامل معه بالروح القدس بس هيبتدي يفكر في يعني أساسيات الإيمان المسيحي التعليم اللي طالع منه هو صغير اللي استقرف وجدانه وتلاقيه بيطلع لوحده فتبتدي واحدة من أهم الحاجات اللي بشوفها في العابرين بس لا تؤثر على إيمانهم على فكرة لكن تحدي عاوزين يفهموا يعنيه سالوس يعنيه الله الآب والابن وروح القدس إله واحد عاوزين يفهموا هذا بالمنطق هذا العقيدة وبالعقيدة عاوزين كمان يدركوا أنه هذا الإيمان اللي هم دخلوا فيه والعلاقة الجديدة اللي دخلوا فيها مع رب يسوع هي بالإيمان وليس بالأعمال عشان كده بتلاقي ده هو بينطبق على سلوكياتهم بعد كده عاوزين يشتغلوا بتلاقي أنهم عارفين ذهنيا أنه المسيحي لابد أن يعمد فتلاقي أول ما عارفه في المسيح النهاردة وتعرف عليه وأصبح له حياة جديدة وعلاقة جديدة بينه عاوز بسرعة يتعمد يعني ذهنيا فدي واحدة من التحديات تحتاج إلى صبر من المعلم وتحتاج إلى كلمة الله تغرس رويدا رويدا التحديات الزهنية كتير للعابر لأنه عاوز يعرف معلومات خلينا نشبهها مثلا بسنوات التعليم الإجباري ابتدائي وإعدادي وسنوي وجامعة وتعليم عالي هو عاوز يعرف معلومات في مستوى الثانوية أو الجامعة مع أنه هو لسه في أول مراحل ابتدائي فعشان كده زي ما حضرت تفضلت وقلت أنه تعليم كلمة الله تنقسم إلى جزئين أساسيين اللبن العقلي عديم الغش ده للأطفال بس علشان علشان تجنبهم أن يكونوا محمولين على كل ريح تعليم لازم يدركوا هذا والمستوى الثاني هو طعام البالغين اللي هو يقدر يستوعه ويقدر يهضبه اللي بتكون عنده الحواس مدربة على التمييز بالزبط كده فواحدة من التحديات عاوز يعرف معلومات بس لازم فيه معلومات أساسية محتاجة يعرفها في الأول فدي التحديات يعني المعلومات اللي أخذها بالإيمان لأنه اختبر شيء جميل أيوة اختبر حرية اختبر تغيير طبع عمل الروح القدس في حياته بالزبط واقتنع يعني بس المرحلة الثانية مرات كتير فيه ناس بتتردد مش قادر أفهم لأنه مرات مش غلط منه يمكنه المعلم مش عم بيقدر يشرح له ويفهم هو كده خلاص أنت يعني خده بالإيمان أنت عارف المرحلة دي أخ نزار مرحلة الإيمان الجديد دي خطيرة لأنه التعليم الإسلامية أو أي تعليم أخرى لو هو ملح التعليم أي حاجة هي اللي بتغطي لأنه ما عندوش معرفة كتابية كافية عشان كده مهمة جدا أنه الكنيسة تحتضن هؤلاء وتبتدي التلميذهم من ألف به ده التحدي الزهني الزهني بعدين أنت تكلمت عن تحدي آخر تحدي العاطفة تحدي العاطفة هو الشعور العاطفة هنا تتعلق بالمشاعر والأحاسيس الشعور بأنه خان دينه أو خان وطنه أو خان علته أو أسرته سراع سراع وطبعا ما ننساشي أخ نزار أنه هذا السراع في حلبة يسود عليها عدو الخير وهو اللي بيشكك وهو الذي يوسوس في صدور الناس فهو اللي بيخلي الوساوس دي تبتدي أنا خنت أنا سبت الإسلام وكمان في شعور بالخوف يعني في نفس الوقت مش شعور بالخيانة وبس شعور بالخوف لأنه لو انفضح أمره لو عرف على فكرة لو تعرف أخي العابر إن هناك ما عنديش إحصائية بتقول بالعدد كان بس زي ما يالأخ نزار مئات الآلاف من العابرين مثلك بس برضو لم يعلنوا إيمانهم هتتشجع أكتر أنت مش لوحدك الناس بتعرف تفكر إنها لوحديها ففي الخوف بيسيطر على مشاعرها التأثر العاطفي اللي ممكن هو كان تحت تأثيره لما عرضت عليه رسالة الإنجيل وأعلن قبوله للمسيح وتبعيته المسيح عاطفيا لكن ما فيش أساس زي ما رب يسوع قال خرج الزارع ليزرع البعض وقع على الطريق ووسط الشوك والأرض المحجرة لكن التربة الجيدة هي التي تثمر فتلاقي ممكن تحت هذه التصنيفة يجي حد أنه ما اختبرش الإيمان الحقيقي مع رب يسوع لكنه بمشاعره ومشى وراء مشاعره وفي ناس مدركة مدركة تفوق المسيح يعني حتى سواء في الكتاب المقدس أو القرآن عجبني مقال لواحد مسلم يقول قرأت القرآن وآمنت بالمسيح يعني هو يعني شوف أنت فتفوق المسيح هو عقليا هو شايف تفوق المسيح على أي شيء آخر فمشان هيك نحن الأسرع وسيل للدفاع هو لجوم وكثيرون آخرون يا نزار درسوا كلمة الله بغية أن يهاجموها لكن الرب يتعامل معهم بروح القدس برضو واحدة من المشاعر أو الشعور التحديات فقدان الأهل يعني خصوصا لو الزوج جي للرب الزوجة اكتشفت تحت التعليم اللي هي فيه لأن هي لسه تحت هذا الظلام الفكري أنه هتعيش حياة زين هي غصبا عنها ما بتعرفش فهي عاوزة تكون أمينة لأله فتقول لا أنا ما عش معك أنت بجيت كافر أنت بجيت زنديق فتقول أهلها أهلها ياخدوها هي والأولاد فده واحدة من التحديات والقانون بيساعدها طبعا والقانون بيساعدها أي الفكرة حاجة تحت المشاعر برضو من يحرم من الميراث لأن بعض أولياء الأمور لما تعرف أنه بنتها أو ابنها تحولوا إلى المسيح فلأ أنت خلاص أنت كفرت وأنت بعت دينك فأنت محروم فدي كلها المشكلة اللي بتواجههم عاطفيا أو في المشاعر صراع في داخل بالنسبة للسلوك الكاتجوري التالت أو المصنف التالت اللي هو السلوكيات السلوكيات واحدة من التحديات بأول حاجة يطلبها بعد ما يتبع رب السوء عاوزة تعمد مدرك أنه العماد في المسيحية أو في معرفة المسيح بتساوي الشهادة في الإسلام في الإسلام عشان أي واحد يتحول من أي دين ويعبر إلى الإسلام كل اللي هو مطلوب منه أن ينطق الشهادتين فقط لكن في المسيحية هو الإيمان القلبي لا علاقة له بالمعمودية المعمودية هي إعلان هذا الإيمان القلبي الإعلان الظاهري فتلاقيهم مصرين عاوزين ولما ما يلاقيوش فرصة يتعمدوا سواء عندهم مشاكل أمنية مشاكل عائلية مشاكل مجتمعية تحس أنهم ينتقصهم شيء فده بيأثر عليهم وبيتحداهم وبالتالي بيأثر بالسلب عليهم حبيت بس أوضح فكرة معمودية اللي هي التغطيس أيو آه كلمة التغطيس المعمودية هي الموت مع المسيح والدفن الكامل تحت المياه والقيامة مع المسيح وهو الخروج من المياه فده إشارة وده زي علامة العهد زي ما كان قوس القزح علامة العهد مع نوح زي ما الختان كان علامة العهد مع إسرائيل المعمودية هي علامة العهد الجديد وطبعا كمان الاشتراك في جسد المسيح يعني زي ما المسيح ترك فريدة العشاء الرباني نتذكر موته إلى أن يجيء كذلك المعمودية ده صحيح نتذكر موته وقيامته ده صحيح عشان كده مهم جدا نحن نوضح لهم لا ننتقس من أهمية الفريدة لأن رب يسوع طلبها الفريدتين دول رب يسوع طلبهم هو ده اللي أكد عليهم لكن عدم قبول عدم إقدامك على المعمودية أو عدم حدوث المعمودية حرفيا لسبب أو لآخر هذا لا ينتخس إيمانك بل العكس كل ما تتأخر شوية كل ما تسكن فيك كلمة بسيح بغنى أكتر كل ما تفهم يعني عشان كده في بعض برامج التلمازة واحد منهم أنا بحبه جدا اسمه progressingtogether.com ده بالعربي فيه كورس كامل أو مساق كامل على المعمودية ده بنفضل أنه العابرين والمؤمنين الجدد يدرسوا هذا الكورس الأول عشان لما يتعمدوا يبقى متعمدين حسب التعليم الكتابي طيب ها أنت تكلمت عن التحديات الداخلية أيوة نعم فاضل حاجة بالنسبة للسلوكيات يا أخ نظار برضو التابع الداخلية الداخلية قلنا الزهنية والعاطفية والسلوكية نعم السلوكية بقى هنا فيه تحديات كتير سلوكية اللي هو الإنسان العطيق بأفعاله وتصرفاته بتلاقي في زي اللي بانا يعني في فمهم الحلفان على طول ممكن لما يتزانجوا بسرعة الكذب على طول ممكن مثلا يعني عادات الإنسان العطيق اللي هي محرومة طبعا ممنوعة في المسحي إطلاقا بالزبط كده إنك تذكر اسم الله باطل ولا تحلف ولا بالزبط كده تكذب لأنه كل هاي الخطايا بتودع جهنم بالزبط كده عشان كده مهم جدا كمان نظرتهم للمرأة عدد تانية سيئة زي بسمي الإيمان الشعبوي عارف الإيمان الشعبوي اللي هو لازم أدخل الحمام برجل اليمين لازم مش عارف لما أحتاج حاجة أقرى الكف الكلام ده يعني كل هذه الخطايا لازم يتعلمه لازم يتعلمه لازم يتعلمه هذه السلوكيات حسب الكتاب قدس إنه هذه كل خطايا بالزبط كده بالزبط فعشان كده مهم جدا في حاجة مهمة كمان في السلوكياتهم الانتقام الرغبة بأخذ الثقر وإنه يبتد يشتم في الدين بتاعه اللي هو اعتبروا إنه الدين ده خدعوا أو المعلمين اللي عنده خدعوا فبالتالي كله ده بيجي لا المسيحية لا تعلمنا هذا المسيحية بتعلمنا المحبة والغفران والمصالحة فدال تحديات الداخلية هذا طبعا شيء بديه أو طبيعي أو منطقي في تحديات خارجية هذا صحيح تحديات الخارجية أو أكتر حاجة هو الخوف من إعلان إيمانه الخوف وهاي على فكرة الخوف هو روح شرير مش بس المسلم المسيحي وكله وقال له شو اللي جابنا بميد داهي أنا دلوقتي حتكلم مصري يعني المسيحية هو الخوف صحيح يعني قال لي إياها واحد إمام أجل المسيح قال لي ليه بتخافوا أنتوا عندكوا النور مش لازم تخافوا واحد تاني كان من حماس على فكرة آمن في المسيح قال لي عندكوا الحق أنتوا ليش تتخافوا إذا الناس عم بتموت في قضايا الدينية السياسية لا إلها أول ولا آخر الخوف ده شطان بيركب الإنسان يعني 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 لا يتكلم ولا يكرز ولا يشارك كله بسبب الخوف ده صحيح المسلم خايف والمسيح خايف وكله خايف بيقول في أشعية أربعين هكش أنا تذكرت ما حتى تقول كده على جبل عال إصعدي يا مبشرة سهيون ارفعي صوتك بقوة يا مبشرة أوروشاليم ارفعي لا تخافي قولي لمدن يهودا هو دا إلهكي إلى آخر فمهم جدا أنه المحبة المسيح اللي انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطلين بيطرد الخوف خارجا عشان كده الخوف دا بيمر في مراحل كتير المرحلة أو المراحل اللي بينتقل بيها العابر هو مرحلة بيقتلع بيها من مجتمع ويغرس في مجتمع آخر بالضبط تلاميذ الرب يسوع كانوا كانوا في المجتمع اليهودي غرسوا في تبعية المسيح كذلك الأمم عشان كده بيقول في قلع وغرس أو في انفصال وفي اتصال الخوف بيجيب انه بيخاف انه يطبق عليه حكم الردة في الاسلام طبعا حكم الردة دا دا علم كبير جدا وبعض الدول العربية تطبقه حرفيا كشريعة وبعض الدول الأخرى دول الاسلام الوسطي لا تطبقه حرفيا لكن المشكلة مش مش في القوانين ولا في الحكومات ولا في الأنظمة المشكلة في الشعب نفسه هم الذين يطبقون حكم الموت أنا أعرف ناس الأب هو الذي قتل الإبنة علشان أعلنت إيمانها الأب والابن أضر الأخ أو ابن لأنه أعلن إيمانه قضية الشرف والعار والكبرياء كل ياتها من القولتشرب تبعنا العربي وخيانة الإسلام عشان كده واحدة واحدة من الأسئلة التي نسألها يقول إيه إزاي أخونا العابر للمسيح الجديد يواجه خطر الموت وأنه أنكر الإسلام حسن سؤال من هو المسلم بالنص القرآني من هو المسلم بالنص القرآني في عندي كم آية قرآنية اسمح لأجرهم لك يا خنزار أول واحدة بيتكلم عن إبراهيم في سورة آل عمران و67 بيقول إيه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفة مسلما وما كان من المشركين إبراهيم كان مسلم إبراهيم بيوصي أبنائه ويعقوب بالذات بالإسلام يقول له إيه ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتون إلا وأنتم مسلمون البقرة 132 يعقوب بيوصي أبنائه بالإسلام أم كنتم شهداء إذ حصر يعقوب الموت يعني الموت هو الحصر يعقوب حصر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبدوا إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون طب يوسف كان مسلم في سورة يوسف دي كان في البقرة 2 البقرة 133 سورة يوسف 12 101 بتقول إيه ربي قد أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ده يوسف يعني غريب وانت بتقرأ أنا زهني راح للعدات اليهودية إن هاي الكلمات موجودة في التقليد اليهودي لكن بوصي على يعني يكمل بنفس المصار الإيمان بالله الواحد فبس ده يدخلنا بقى أنا تذكرت لأنه نعارف عن الخلفية اليهودية يعني فإنه يعني هاي كانت فعلا ترديدات من إبراهيم إسحاق ويعقوب ويوسف كله بس بيوصي أو لأنه يوصي بيته من بعد أيوة فهي بالكتاب بس بالتقليد أنا بتكلم أنا بتكلم على التقليد شو بيقول عن إبراهيم وإسحاق ما عشان هو الإسلام تأثر باليهودية أكيد أكيد وتأثر بالثقافة بالتقليد اليهودي بالتقليد بالزعب بالعكس القرآن بيقولك أنه آدم كان مسلم وأنه تلاميذ المسيح كان مسلمين في آل عمران برضو سبع اتنين وخمس بيقول إيه فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله وأشهد بأننا مسلمون أو مفروض ونشهد بأننا مسلمون المسلمين اللي بكتبونا وبيهاجمونا وكذا بناء على هذه الآيات اللي أصلا موجودة كانت قبلا ده صحيح بالتقاليد اليهودي فبيخلق عقدة خوف بالزعب في الشخص اللي بيعبر للمسيح بالزبط عشان كده هذا العابر أنا مرتدتش عن إسلام إذا إبراهيم كان مسلم ويعقوب مسلم وتلاميذ المسيح أنا تلميذ من تلاميذ المسيح يعني واحدة من الحاجات المشكلة يا أخ نزار إنه إزاي إزاي إحنا نشدد ونشجع العابر في مواجهته للموت ومواجهته في خطر الارتداد عن الإسلام لأنه بعض الدول يقتل تمام فالمشكلة إنه إنه أهم حاجة إنه نديله الضمان الوحيد على فكرة إحنا سورة حكينا عن العابرين بس في عندك ملايين اللي عندهم القناعة العقلية في هوية وشخصية يسوع يعني بيعرفوا إنه المسيحية والمسيح بتفوق بيعرفوا بس الخوف اللي شل حركتهم إنه يخدوا القرار أنا بتذكر في واحد من المؤتمرات أخ بدرس شريعة بترك الإسلام ما عرفش ليش ترك بس صار ملحد أوكي ما عرفش ليش صار ملحد بس لما حضر المؤتمر في نهاية المؤتمر قال هذه العبارة أنا مقتنع هاي اللي قال لي أنا مقتنع بالمسيح عقليا لكن آمنت به قلبيا سفي مجموعات كبيرة اللي عندهم القناعة العقلية يعني شايفين تفوق المسيح هوا أصلا معجزاته تعليمه حياته الأخلاقية ومن ذا كنتشبهها ما فيش مقارنة أصلا فقناعة في كتير ناس إلا تعرف الصغار يعني اللي دائما برمو الكلام بهاجم من غير ما بديو يعرف لأنه عم بدافع بس هو حافظ حافظ لا لا يعني أسرع وسيلة للدفاع زد كلام يلا أنت عارف أنت قلت كلمة حلوة يا أخ نزار أنه عارف بس بس مش عاوز يقبل المسيح لا خوف بالضبط لأن المجتمع الإسلامي يقبل مسلما تحول للإلحاد لكنه يرفض مسلما تحول للمسيحية من وراء هذا الفكر اللي عاوز يقضي على أبدية الإنسان بعدين كل أنواع الاتهامات خاين وكل هالأشياء مع أنه هذا اللي بيكون صار مسيحي ونحن منعرف أن المسيحية وطنية هذه معلومة واضحة كل أنا ربيت بفلسطين بفلسطين المسيحي يعني وطني هذا شيء معروف يعني أنا لو أحدث ولا حرج عن الدين بتاع مصر الذي يسرف أنا بقول أنا صعيدي وأفتخر يعني طبعا أحنا الأوطان كلمة الله بتعلمنا هذا الانتماء للأوطان طبعا أنا عاوز أقول مش إهانة يعني بالعكس لأنه صحيح في كتير ناس وطنيين طبعا مسلمين وكذا بس أنا بحكي لك على عقدة الخوف اللي بتربى في داخل الشخص أنه خان الوطن يعني هي دي النقطة ده صحيح النقطة أنه أنه المجتمع الإسلامي يقبل التحول من الإسلام للإلحاد بأريحية أكثر من أن يقبل الشخص تحول من الإسلام لتبعية المسيح للأسف أنا كنت بشاهد برنامج بيتكلم عن الشزوز الجنسي طبعا هو مرفوض في بلادنا بس أنه يعني صار ينمقوها بكلمات حلوة يعني إحنا طبعا نقبل الكل ونحب الكل إحنا ننرفضش إحنا نقول هي الخطيئة مش مصنفة بالدين بس في بالأخلاقيات أنه الخطيئة كلنا منمر فيها بشكل أو بآخر بس أنه كيف ممكن أنه نعمل تبريرات في مواضيع معينة وهذه الدين مش الحياة في المسيح أحنا المسيحية والكنيسة كنيسة هي شعب الله جسد المسيح يقبل الخاطي ويرفض الخطيئة نعم يعني نقبل المثليين لكن نرفض سلوكياتهم تعليميا وكتابة لا يوجد حاجة ضدهم نعم هذا صحيح الحاجة الثانية أنه التحديات التي يواجهها الثانية هو يواجه رفض عائلي ورفض مجتمعي فعشان كده زي ما قلت لك المجتمع يقبلك أنك تكون ملحد على أن تكون مسيحي العيلة تقبل وخلاص يعني لكن أن تكون مسيحي هو دي مشكلة عشان كده أحنا لابد أن نساعد العابر نقول له العيلة رفضتك مش لأنهم ما بيحبوكش هم بيحبوك يعني نمكن المحبة في داخله ونحوهم كمان وأنه يلتمس لهم العزر بحيث أنه هؤلاء بدل ما يعاديهم أو يشعر بانكسار داخلي يبتدي يصلي من أجلهم أنه زي ما الرب فتح عينيه يفتح عينيهم وفي أمثلة كتير جدا بمثابرة الإخوة الأحباء الأطقياء اللي نموا وتتلمزوا وكبروا في معرب كانوا سبب بركة وخلاص لكل بيتهم يعني أنا حكيت في أحد الحلقات عن المسيح الكذاب أو المسيح الدجال اللي هو ضد المسيح وتذكرت أليس عجبا أنه كل العالم يعني بدون استثناء الغرب بيكره المسيح والشرق بيكره المسيح وكل الديانات بتلغي المسيح أو بتكره المسيح والأغرب أنه الغرب والشرق وأيها بهاجموا كلهم المسيح لكن ولا واحد لا في الغرب ولا في الشرق بهاجم مثلا المحمد أو الإسلام أو الهندوس أو البوذية أو مع أنه حياة المسيح وأخلاقيات المسيح تفوق كل هذه الأمور ما بيخلكش تستغرب وتسأل لي إيش معنى يسوع بس برضو يسوع برضو قال أبغضوني بلا السبب وسيبغضكم العالم دالي نعوز أقوله معتناش يعني هيك يريحنا شوي لا 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 رح تضطهد و رح تبغضه في العالم سيكون لكم ضيق نعم لكن ثقوا أنا قد غلبت عشان كده أحنا نشجع أخواتنا العابرين نقول لهم أحنا لما عبرنا برضو العالم رفضنا لأنه لم يعرفه وبالتالي لم يعرفنا ولم يسمع علينا بس في نفس الوقت أحنا علينا مسئولية تجاه هذا التحدي هو رفض من أهله أحنا أهله نعم رفض من مجتمعه الكنيسة مجتمعه ولما بتكلم على الكنيسة لا أقول أنه كنيسة عبارة عن يعني مباني أو أو بتكلم عن مثلا طائفة أنا بتكلم على شعب الله أو جماعة المؤمنين نحن عائلة واحدة نحن أعضاء في جسد المسيح مع بعض الحاجة التانية أنه الرفض العائلي وانتماء الجسد المسيح أو الكنيسة العالمية ده بيخلينا كمان نقدر ما يجتازه أخونا أو أختنا العابرة نقدر كدئه هما بيتحملوا بس عندي وقفة في هذا التقدير للأسف في بعض المجتمعات الكنيسية حينما تقدر تغالي وتبالغ في هذا التقدير لدرجة تعود بالضرر على الأخ أو الأخت العابرة أو العابر لي بيصلوا إلى أنهم يعتبروا زي نجم في المجتمع الكنيسي ويطلع على المنبر ويبتدي يقول اختباره أحنا بنساهم في تدمير حياته وعلاقته الخاصة بينه وبين الرب مهم جدا أنه نعلن المحبة ونقدم المحبة ونستوعب هؤلاء ونقول احنا عيدكم واحنا المجتمع بس في نفس الوقت كلنا كلنا كجسد واحد ننمو معا مؤازرين بعضنا البعض إلى يحصل على نمو الجسد الكامل هو المسيح رح نكمل مع أنه وقت قصير أخ أمال بس حب بعطي فرصة إذا عندك استفسار سؤال فيك تتواصل معنا سأعود بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا في هذه الحلقة عن تحديات العابر وطبعاً في هذه الحلقة مركزين على تحديات العابر من الإسلام إلى المسيح وانت شاركت أخ أمال ببعض التحديات الداخلية والخارجية منها التحديات الذهنية والعاطفية والسلوكية وطبعاً يمكن صعب نحصي كل هذه التحديات ولسيما يعني لما بيشعر أنه اقتلع من العيلي وبيحب أمه بالذات الأم عارف ويدي أمه ليش أنت عملت فينا وليش يعني ليش جبت لنا العار وليه وليه وتعرف يعني فكتير منهم بينهاروا تحت الأمور العاطفية أو بتصل لدرجة الطرد من البيت ما بعدش يشوف أمه ولا يتصل معها ولا ولا يعني ففعلاً الله يساعدهم طبعاً عشان كده احنا دون محتاجين صلاة خاصة يا أخ نزار الطفل المولود محتاج رعاية مدققة جداً عشان كده واحدة من التحديات كمان أنه هما السلوكيات الماضي وعادات الماضي يعني دي كلها والعبادات يعني ما زال بدها فلترة بالزابط يعاوز إزاي أصوم إزاي أصلي قلولي أصلي إزاي إزاي أكمل أصلي آه ما عندناش أحنا وين أصلي يعني كلها الشغلات اللي فيها الكولتشر بيلعب دور بالزابط ما عندناش رشدة تمشي عليها أو وصف الطعام تمشي واحد اتنين خطوات المسيحية هي علاقة لأنه المبرمج بده خطوات بالزابط كده فدي تجي بالتعليم عاوز يصوم عاوز يصلي عاوز يحج عاوز عاوز بالزابط كده بالزابط حاجة مهمة جدا كمان من تحدياتي يا أخ نزار أنه أحنا بنكون عسرة للأسف حياتنا معاملاتنا مع بعضنا بعض داخل المجتمع الكنسي تلاقي كنيسة منقسمة تلاقي شلالية وتشرزم من بعض الناس هنا وهناك بدون أن ندري نحن نسبب عثرة عدم القبول وعدم القبول نقبله لكن إلى حد معين يس عندنا اختلاف العقائد مثلا وبعدين لما الحوار ما بيكونش صحي ما بيكون يعني غير ممجد للرب النقطة أنه إزاي أنا أفتح صدري وأقبل هؤلاء العابرين إزاي أحتضنهم كله ده هو أحنا بنكون سبب عسرة بس عاوز الحجيجة واحدة من اللي تساعد على تجنب التحديات أنه هذا الأخ أو هذه الأخت التي عبرت والذي عبر لمعرفة الرب يسوع ما زالوا موجودين في وسط العائلة المسلمة كيف يكون تأثيرهم وعد الرب يقول آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك نحن دايما بنشجع بيقول إخواتي صلوا من أجل أهل بيتك ما تزعلوش منهم ما تخصمهمش لا تثقروا حاجات العواطف دية تغلبوا عليها ومكنوا محبة المسيح في قلقه وفي نفس الوقت في خطوات عملية احنا قلنا هما بينتقل من من مجتمع إلى مجتمع آخر فهذا الانتقال هو قد تم نقله آمن بالرب يسوع لكن اللي حواليه مش عارفين فالمفروض بنشجعه يعمل الموضوع ده على أربع مراحل والمراحل دي بتتجاوز ما بين ستة شهر أو بعض مراحل تاخد لها سنة ونص وهكذا فتلاقي المراحل الأربعة يخضونها حوالي من سنتين لثلاث سنين لإعلان إيمانهم في وسط عائلتهم فعندنا أول مرحلة هو عبارة عن إظهار الترك من الإيمان القديم المرحلة التانية إعلان هذا الترك بس ترك بس المرحلة التالتة إظهار الالتصاق بالمسيح المرحلة الأخيرة إعلان الالتصاق بالمسيح فدول الأربع مراحل اللي بنشجع أخوتنا العابرين يعملهم إظهار الترك يعني هو آمن أو هي آمن وقبله الرب بس عندهم أخوهم أو أختهم أو مامتهم باباهم المتفقين لا بد من الصلاة لأنه عمل الروح القدس مش عمل أي حد لكن رب أقامهم كارزين في داخل البيت كارزين بالمسيح في داخل البيت يبتدي يظهر الترك إزاي يبتدي يسأل أسئلة تتعلق بالتعليم بتاعهم القديم ويبتدي يركز الأضواء على شخص الرب يسوع وإزاي أنه بلا خطيئة وزاي القرآن شهد أن المسيح بلا خطيئة وهو زكي من طفل وولاما زكيا ويبتدي وبعدين بيساعد أخته أو أخوه أو والدته وولده تخلونا ندور على إجابة الأسئلة يسأل الأسئلة ويحاول يدور عليها معاهم وبعد كده بيقول لهم لا يروح يبتدي يترك أو يبتدي يقول لا أنا مش هنزل ساعة أربع ونص الفجر لأن أنا اكتشفت واحد اثنين ثلاثة يبتدي يظهر هذا الترك رويدا فرويدا إلى أن يعلنوا وده المرحلة اللي بعدها وحينما يعلنوا على فكرة لما يجي يدرس بيدرس ما بين القرآن المصحف مقرؤا وكلمة الله على الانترنت ما يجيبش كتاب مقدس دلوقتي يجيب الكتاب مقدس بعدين لما يبتدي يعلن الترك ويبتدي يعني يعلن الالتصاق فيما يظهر الالتصاق طب سعدوني طب واحد منكم يجيب لكتاب مقدس تقدر أخته تقول له أو أخوه أنا عندي حد وهكذا فبالتدريج عشان كده بيكون كارز داخل بيته وحكيم رابح النفوس حكيم مش متهور لكن في نقطة في الحياة بتصل أنه بيكتشفوه طب أنت مش عم تيجي معنا أنت مش عم بتصلي مش عم بتمارس هاي العدات مش مش إلى كل وهي صارت يعني عندي أصدقاء اثنين ثلاثة والنتيجة أنه طروا يتركوا بلدهم ده صحيح بسبب أنه خلاص اكتشفو وما حكاش أنه صار مسيح بس اتعاداتك طب انت مش عم تحلف مش عم بتقول والله مثلا ده صحيح يعني مثلا فيه إش تغير الكلام تبعه التسامح يكون مستعد أن يجاوب كل الذين يسألوا عن سبب الرجاء اللي فيه نعم ويشارك ده مع أقرب واحد في الأسرة في الأول وده يساعده يمشي مع بعضك مجموعة يعني اليوم أسهل شوي لأنه من زمان كانت يعني مقتصرة على أعداد قليلة بس اليوم صار أسهل لأنه تقريبا ما فيه بلد ما فيه قرية ما فيه مدينة ما فيه مكان إلا وفيه يعني حد مؤمن بالمسيح يعني هاي 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 الكنيسة اللي بيتكلم عنها يسوع أخ أمال إحنا إن شاء الله رح نستدعيك نعمل مزيد من هاي الحلقات بس يعني إحنا سمعنا عن أهمية الكرازي وسمعنا عن التحديات أمامك كيكة دقيقة ونص إيه الرسالة اللي عاوز توصلها لإخوتي وأخواتي اللي فعلا بعانوا وبمروا يعني إحنا نقول اللي اللي إيده في النار صحيح مش مثل اللي إيده في المي ده صحيح إحنا نتكلم بس فيه ناس فعلا إيدهم في النار صحيح مش عايزين نترك هذا الموضوع أول حاج لي رسالة للكنيسة أول حاجة من فضلكم صلوا من أجل العابرين من أجل أنكم تحتضنوهم من أجل أن الرب يقودكم يديكم نعمة وحكمة ولا تخافوا بالنسبة لإخوتي العابرين ابتدوا اظهروا الترك ابتدوا تعاملوا مع من تسقوا فيه في داخل أسرة وساعدوهم ابحسوا معاهم اسألوا أسئلة يخليهم يجاوبوا عليها وابتدوا يفكروا ولما يعجزوا عن وجود الإجابة تدخل بإجابة كتابية حقيقية وربنا يستخدمك الصلاة 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 والرب هو الذي ينمي أكيد أكيد شكرا جزيلا أخ أمال فعلا استفدنا كتير ربنا يباركك وهي بعض المقتطفات البسيطة ممكن اللي تساعد ولكن في الحلقة اللي مضت انت عرضت في بعض السيديهات ممكن يفوتوا على السايت نور لجميع الأمم وفيك تشاهد حوار مع صديق المسلم وفيه طبعا فيه حوار مع صديق الملحد ومع مع خلفيات أخرى ممكن تدرسها بتساعدك أنك تفهم هذا الموضوع ربنا يباركك أخ أمال وإن شاء الله نشوفك مرتين مرسيليك يا خنزار شكرا كتير لك أحبائي احنا سمعنا عن أهمية الكراز وسمعنا عن التحديات وبصراحة التحديات صارت تلمس كل المؤمنين يعني بطل أنه مؤمن من خلفية إسلامية أو مؤمن من خلفية مسحية من واجه هذه التحديات جميعنا ولسيما مثل ما ذكرت العالم كله ضد نصار وإنه يعني إذا أنت بدك تعيش مستقيم وتعيش بمحبة وتتكلم الحق وأنك ترفض الكذب والضلال والخداع وكل الأشياء أنت مضطاد فأسرع طريق إلى يسوع فكر في أبديتك تعال إلى يسوع اقبله توجه مخلص ورب على حياتك ربي بارك ترجمة نانسي قنقر